تنفيذ هنال التوجهات الملكية السامية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى شقاء الفلسطينيين في غزة تم أرسال شحنتين من المواد الإغاثية العاجلة بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وقوة دفاع البحرين حيث تم تنفيذ عملية عمر بن العاص لإنزال المساعدات البحرينية في غزة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي الأردنية وبهذه المناسبة رفع سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة وإغاثة الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم والتي تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية وموقف مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء الفلسطينيين وأشهد سبه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي تأتي استمرارا لجهود مملكة البحرين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد بأن مملكة البحرين مستمرة في دعم ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة انطلاقا من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة والواجب الأخوي والإنساني تجاه ما يعانيه الأشقاء في غزة جراء الحرب الدائرة هناك من جانبه بينا سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأنه تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتجهيز شحنتين من المساعدات الإغاثية في طائرتين من طائرات سلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين تحتويان على مواد إغاثية وطبية وغذائية عاجلة بحسب احتياجات الأشقاء في غزة حيث تم تجهيز شحنتين بما يتناسب مع قواعد الإنزال الجوي الذي نفذه سلاح الجو الملكي الأردني وقال أمين عام الملكية للأعمال الإنسانية بأن هذه الشحنة تأتي استمرارا لعمل اللجنة البحرينية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البحرينية وكاف الإنسانية وجمعية التربية الإسلامية والجمعية الإسلامية دعيا الجميع للمساهمة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في توحيد الجهود لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بما يعكس موقف مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء الفلسطينيين في هذه المحنة الأليبة التي يتعرضون لها